ردود افعال كتيرة ومختلفة بعد تعادل منتخب مصر 2-2 مع منتخب غانا ولكن اصابة محمد صلاح سيضرت تماما على اهتمام الجميع داخل معسكر الفرعنة وخضع صلاح للفحوصات الطبية مع وجود مؤشرات ايجابية تشير الى ان الاصابة لم تمنعه من استكمال بقولة كاس الامم الافريقية الدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب قال ان اصابة صلاح هي الام في العضلة الخلفية طيب تعالوا نشوف شرح للعضلة الخلفية ومدة غيابها بتندرج انواع الاصابة في العضلة الخلفية ما بين تقلص وشد وتمزق ففي حالة التقلص بتكون مدة الغياب اقل من المتوقع خاصة مع الراحة التامة لمدة 3 ايام اما في حالة الشد فبيحتاج للراحة من اسبوع لسبوعين اما في حالة التمزق فبيلجأ للفحص بالرانين المغناطيسي او الايكو هنا بيتم تحديد نوع التمزق التمزق بينقسم لنوعين تمزق جزئي وكلي الجزئي بيحتاج لراحة لمدة 6 اسابيع اما التمزق الكلي فبيحتاج لشهرين لثلاث شهور عموما خلينا نشوف نتيجة الفحصات الطبية اللي خضع لها محمد صلاح وهي اللي هتبين نوعية الاصابة اللي تعرض لها صلاح خلال المباراة وان شاء الله تكون خير وسلامات لصلاح ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة واتمنى ان اللي يكون عاجب حضراتكم وشكرا لجميع اشتركوا في القناة